وإلى سيئون حيث تفاجأ المواطنون هناك وملاك محطات الوقود من ارتفاع في أسعار الديزل لتلحق هذه الجرعة المجحفة بحق المواطنين في وادي حضر موت بإخواتها في ضد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتدهور العملة المحلية أمام العمولات الأجنبية الأخرى وانهيار عام في اقتصاد البلاد دون مقدمات جاء قرار برفع أسعار مادة الديزل بنسبة عشر بالمئة جرعة جديدة يتكبدها مواطن صحراء ووادي حضر موت خلافا عن ساحل وكأن المواطن هنا يعيش في رغد من العيش هذا الارتفاع طبعا يسبب آثار كبيرة سواء على أسعار المواد الغذائية أو حتى على مواصلات النقل سواء نقل المواطنين أو نقل الطلاب والطالبات إلى المدارس والكليات لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيا في ظل خشية كثير من المواطنين لموجات الغلاء التي باتت تلحق كل زيادة في أسعار المحروقات لتكون نواة أخرى في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وكذلك المحاصيل الزراعية والله مشكلة ارتفاع المحروقات هذه تمس المواطن بشكل مباشر وهذه من الأشياء التي تسبب عبء في ظل الحرب وفي ظل الأزمة الموجودة حاليا فبرضو قد تسبب ارتفاع في الخضروات وفي المواد الغذائية نعاني نحن في حضرموت وخصوصا عندنا في ارتفاع كثير في خصوصا لمحافظات مداريات الوالي والصحراء من ارتفاع زيادة عن باقية مداريات حضرموت الأسباب مجهلها والإنسان علومة يجهل لو السلطة المحلية أو شركة النفط تبين للناس توضح للناس وتكون الأمور الشفافية نحن نشتري الطن بمبلغ ونبيعه بمبلغ وعملية شحنه وعملية خزنه وعملية بيعه الناس المواطن بيعذرهم بالأخير القرار لم يكن مفاجئا للمواطنين في حزب بل حتى لأصحاب محطات الوقود الذين وصفوه بأنه غير مبرر وأتى في توقيت خاطئ بينما الجهات المعنية في شركة النفط اليمنية بوادي وصحراء حضرموت لم تدلي بأي تصريح لانشغالها بأعمال داخلية حسب قولهم ارتفاع أسعار المحروقات يشكل عبءا ثقيلا على المواطن في ظل ثروات البلد المتوفرة وبيعه بأسعار باهظة وقد يزيد هذا القرار من صعوبة مهمة السلطات الحكومية ويعزز من حجج خصومها في الشارع في وقت بدأت فيه سخونة الشارع الحضرمي تعود مجددا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة